مرحبا بكم في الطاولة رقم 24 من طاولة رمضاء العشاء اليوم ماشي نو نقص في حاسية كل مرة نقص حاش اوك عملت حاجة بركة اساسية هالي هي الهني بش نعمل قغتان في فرنسا يقولوا قغتان دوفينواء معروف يعني هوني ونعمل الطريق تيراني وان من قبل عندي طريقتي الخاصة فيه خليط البطاطا وقصيتها كما ترى بطريقة هذي ينصمت ينطيبها في الفور ينقلها لحقيقة تبدأ في الفور ينقلها لحقيقة قصيتها فيها بحقيقة ملح وزيت وقصيتها على بابيكويسان في الطبق وقصيتها في فور 130 درجة حتى تحمر وننطيبها ايضا قلط الكعابر تحضير الكعابر معروف ملعين ومرقتهم وقصيته على مغرفة صغيرة مليانة طماطم معجونة اضبط الماء وقصيته على الوصول ثوم ثم نضيف الثوم ثم نضيف الثوم نضيف الثوم كمريض لكي يحل الغشم يدفي ثم نضيف الثوم زنجبيل فلفل أحمر ملح ثم نضيف مرق و النعنيه ثم نضيف الثوم نضيف الثوم فلفل و فلفل و مرق كو بالماء و مرتفع من 4 ساعة كي تنغم ثم نضيف الثوم سر أصدر سميد الخشين أنا بعد 4 كئس ثم نضيف للمون اضيف ما أضيفه و اضيفه والتبع و اضيف مفرش و اضيفه قادم نضيف مكتب بوزة كريم لديك كريم كعب عظم و ملح كميشة جبن مالح بطاطا 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 جملة وقتها بطاطا بطاطا كميشة اخرج بطاطا 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 اضع الطن بطاطا ثم اضع الطن بطاطا ثم اضع الطن بطاطا ثم اضع الطبقة ثم اضع الطاقة حينما اضع الطن بطاطا ثم اضع الطن بطاطا وضعت مغير فاق من الخليط وضعت فلفور على ميتين درجة حتى يحمر فقاني متاح كل شي طيب فيها اشتكالها في بريش بيك بنايتي بشكلها وتقول زيدوني قلت توقفها الكريم ليكي تقول لي اخي عجبتها عالخ وضعنا العشاق على طاجين من البارح واملت صلاطة سفنيريا وسباس وكهو فيها الفبركاء والحمد لله وهذا ما صفيتنا كانوا لليوم ان شاء الله تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقة اخرى ووصفة اخرى ان شاء الله وبسلامة